اختتمت بالعاصمة المؤقتة عدم فعاليات الدورة التدريبية لسكرتيري التحقيق وموظفي الأقلام الجنائية في النيابة العامة بمشاركة 180 متدربا هدفت الدورة على مدى ثلاثة أسابيع لإكساب المشاركين مهام ومهارات كتابة محاضر التحقيق وأعمال القلم الجنائي وكيفية التحريز وحفظ المضبوطات والقيد في السجلات العامة في النيابة ومهارات الخط والإملاء وعمل الإحصائيات وشدد المحام العام الأول قاضي فوزي علي سيف على ضرورة تطبيق المشاركين ما تلقوه من معارف ومهارات على أرض الواقع وعكسها خلال مهامهم العملية مؤكدا بأن الدورات والورش والندوات مستمرة في ديوان النيابة العامة بشراف وتوجيهات ورعاية النائب العام القاضي قاهر مصطفى وتخلى لحفل الاختتام الذي حضره رئيس نيابة ينوب عدن القاضي والضحب ذيب ومدير دائرة التدريب والتأهيل في مكتب النائب العام القاضي شائف شيباني ومدير عام النيابات القاضي الصالح باشافعي تخلى له تكريم المشاركين بشهادة تقديرية اشتركوا في القناة